بينوارني ويشرفني في هذه اللحظات في الستوديو الأستاذ الكبير والناقضة الرياضي الكبير أستاذ محمد القوسي أستاذ قوسي منوارنا ومشرفنا كالعادة حبيبا أمير تحياتي لك وأنا اللي بتشرف معاك تحية للاستاذ أمير ولكل مشاهدة قناة الأهلي في كل مكان نسعد بيك دائما ربنا أخليك دانا اللي بتشرف بالتواجد على شاشة الأهلي تحية للأعداد تحية طبعا للأعداد الأعداد كلام في المدية من الناس المميزة جدا سواء كريم صلاحة أو عمر فهمية وأحمد نبيل في الحياة ده حياة وفي أحمد عبدالقادر ونادي ناس كتير في الحياة الحياة يعني مجموعة متميزة جدا والبرنامج ده تحتية من البرامج اللي بتهم جمهور الأهلي وعضاء الأهلي لأنه بيكون من أول برامج اللي هو اللي بيقدم حتى كل اللي بتبس وسائل الأعلام سواء المقروعة أو المرئية أو المسموعة أو على السوشال ميديا أو على الموقع الإلكترونية يعني حاجة مهمة جدا وحاجة يعني تليق بالنادي الأهلي وفتحها لكل طبعا في العداد المسميزية إن شاء الله وحنطور من نفسنا كمان وأكتر وأكتر عشان نرضي كل جمهور النادي الأهلي بإذن الله طيب أستاذ أوسي ملفات كتير أو أريد أن نتكلم فيها لكن عايز أبتدي بالتحديد بمؤتمر الشباب وتصريحات الرئيس عم فتح السيسي بالأمس فيما يتعلق بالرياضة المصرية في شكل عام وفيما يتعلق بالتحديد بالمدير الفاني المنتخب المصر خلال الفترة اللي جاي تعليقك إيه ورأيك إيه التصريحات المهمة جدا واللي بدورها بتعكس مدى اهتمام الدولة بالرياضة المصرية وبمنتخب مصر بكل نوزي الأمور طبعا يعني يمكن فخامة الرئيس عرض الملف أو تكلم في الملف الرياضي بما يشير إلى أن الدولة المصرية مهتمة اهتمام كبير جدا بالملف الرياضي بشكل كبير جدا واعتقد أن كل الحكومات المصرية بتدرك بشكل جيد جدا وشكل مؤثر جدا مدى أهمية الملف الرياضي فبدأت الدولة تتعامل مع هذا وليس كملف ترفيهي أو ملف الرياضي أو مجرد لا بدأت بتتعامل معه كملف مثل ملفات السياسية ملفات الاقتصادية الملفات الاجتماعية الملفات البيئية ملفات زراعية ملفات صناعية يعني ملف مهم جدا في مصر باتت الدولة تولي اهتماما كبيرا ورعاية كبيرة ورعاية غير عادية ورعاية غير مشبوقة لأول مرة نرى يعني رأس الدولة المصرية يتحدث عن الكرة ويتحدث عن الرياضة يتحدث عن الجماهير يتحدث عن شخصية المدرب المصري وده كلام مهم جدا ممكن احنا تكلمنا قبل كده في حلقات سابقة عن أهمية المدرب الوطني أن يكون متواجد فلما يت الاهتمام هذا من قبل فخامة رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه أعتقد أن ده بيعزز اتجاه المدرب الوطني مهم جدا لا سيما وأننا لدينا مدربين وطنيين على أعلى مستوى فعندما يلمس سيادة الرئيس هذا الملف ويسير في هذا الخط أو يوجه للإرشاد بهذا الخط أعتقد ده كلام مهم جدا يمكن شوفنا الحوار اللي كان بينه وبين معه لوزير رياضة الدكتور أشاف صفحي كان كلام مهم جدا عن ضرورة الاهتمام بالمدرب الوطني عن ضرورة الاهتمام بأبناء مصر المهمين والتاريخ يقول أن أبناء مصر الذين قادوا المنتخب الوطني هم من حققوا أفضل الإنجازات في تاريخ الكرة المصرية وكان أخرى من كابتن حسن شحاتة بالسلسية العظيمة القرية التي حققها وهي آخر من لنا في البطولة الأفريقية للبعض كان بيقول أنها سهلة يعني أنها من 2010 إلى 2019 لم نستطيع أن ننال اللاقب العملية مسهلة إحنا كنا مميزين وكنا موافقين كان معنا جهاز فني كفاء عليها كان عندنا لعبين مميزين المدارب الوطني بيستطيع أن يعني يخرج كل ما في جعبة اللعب المصري بيستحسوا بيطلع النعر الوطنية اللي جواه الحب للبلد الحماس حاجات دي كلها مهما كانت كفاءة المدارب الأجنبي لن تستطيع أن تخرج هذا ربما يستطيع المدارب الأجنبي أن يحقق إنجازات كبيرة مع الأندية لكن مع المنتخب تحتاج الأمور اختلاف كبير جدا وأعتقد أن ده توجه مهم جدا من الدولة وتوجه مهم جدا من معالي رئيس الدولة سيدة الرئيس أو في هذا الاتجاه النقطة الثانية اللي أركض عليها فخامة الرئيس على الفتاح السيسي وهي ملف الجماهيري عندما يعني طرح هذا الملف ونوقش فتحدث عنه بوضوع أن ما فيش أي مشكلة من عودة الجماهير المصرية للجهات المعنية وهي مرتبطة بالتحاد الكرة والجهات اللي بتقوم بتأمين هذا الأمر أعتقد أن الأمور بعد كاسم الأفريقية باتت سهلة باتت ميسورة باتت في إطار السيطرة ومن الصعب جدا أن أحد يخرج على النص في إطار تجربة تذكرة التي تم تنفيذها في كاسم الأفريقية بشكل غير مسبوق في بطولاتك كان إن شاء الله يكون لهذه التجربة صدى كبير جدا في المراحل القادمة بإذن الله وتفتح الأبواب وتفتح المدرجات للجمهور المصري لأن هذا الجمهور هو من سيعلي من قيمة كرة القدم المصرية سيعلي من قيمة الدور المصري سيزيد من عملية المنافسة اللي موجودة بين الفرق غياب الجمهور يؤثر برجمة كبيرة تصل على الأقل لـ 40% من المستوى شفنا ما تشاهد زمانيك الأخير بدون جمهورة أعتقد لو كان هناك جمهورة متواجدة في المدرجات لكانت الأمور مختلفة تماما كانت أمور أكثر من زجب كثير ده بيعطي حماس للعيبة بيعطي قدرة على العطاء على اللعب على الأداء فإن شاء الله الملحوشتين دولة اللي خرجوا من رأس الدولة المصرية إن يكون لهم تركيز شديد جدا وأعتقد أن يكون فيهم اهتمام كبير جدا في المرحلة المقبلة بالتالي الأبرز لتولي منتخب مصر كمدرب وطني بعد التصرحات الأمس وأعتقد أن ده الأنسب في الحياة أن يكون في مدرب وطني منتخب مصر لكن في عدد من أبناء مصر المميزين جدا المدربين اللي مرشحين لتولي هذه المهمة القوية والصعبة جدا بترشح مين يا أستو دوسي؟ أبو أصح نحن متفقين على المبدأ المبدأ أنه مدرب وطني يكون موجود بزبط طبعا أكيد حضرتك متابع وأنا متابع وكل عشاء كرة القدم في مطر المتابعين ما يطرح من أسماء لتولي مهمة المنتخب في مقدمتها طبعا الكابتن حسن شحات صاحب الإنجاز الكبير كابتن حسام حسن مدرب شاب وطموح له طموحاته كابتن حسام البدري مدرب له بصمته وحقق إنجازات كبيرة مع الناد الأهلي وحقق بطولات كابتن إهاب جلال في كابتن طرع العشني في طرعات يوسف في النمازج جديدة طلع عمد النحاس كل دولة ممكن يتعمل كوكتيل في جهاز ممكن يختار واحد وهو يختار جهاز يعني هم نكلم على أسماء مهمة جدا وأسماء تستطيع أن تحقق إنجازات أعتقد أن هناك ستكون لجنة ستختار تلقى لمعايير معينة لجنة فنية أو لجنة إدارية لاتجاه الكرة أعتقد أن لجنة فنية في هذا الاتجاه بس هيما واتجاه اتحاد الكرة يعني إن شاء الله مقبل على حسم هذه المرحلة اللي بيمر بها دولة إليها ما بعد استقالة مجلس المهندس هنا بريدة وإسناد الأمور للعميد ثروتسويلم بحكم اللائحة التي تتنص هناك اتجاهات ومحاولات لتشكيل لجنة خمسية لإدارة اتحاد الكرة حال الحصول على موافقة من الفيفا بهذا الأمر وفي وفد من فيفا جاي لسباعا جاي مصر عشان يحدد هذه الأمور بالضبط وهذا الكلام مهم جدا يعني إحنا همنا اللجنة دي من يتبقى موجودة لأن إحنا الحياة في مرحلة صعبة جدا مرحلة قبل 2020 قبل دورة الألعاب الأولمبية لتلاقي في توكيو ومعروف أن كل انتخابات الاتحادات الرياضية بتجرى عقب انتهاء كل دورة أولمبية فلو احنا أجرينا انتخابات دلوقتي حنتطر تاني بعد سنة أو أقل قليلا إلى إجراء انتخابات جديدة لاتحاد الكرة فيحصل نوع من الارتباك ونوع من التزابج الاتجاه الأقرب والأصوب والأفيض لمصرحة الكرة المصرية هو أن تشكل هذه اللجنة لإدارة الكرة المصرية خلال الأشهر تقريبا 11 شهرنا المقبلة وبعد ذلك تجرى الانتخابات إن شاء الله بشكل قوة مميز أعتقد أن تجرى إدارة الملف بشكل جيد سواء على مستوى وزارة الشباب والرياضة واتصالتها مع الفيفا واللجنة الأولمبية المصرية أو اهتمام الدولة بشكل عام أعتقد أن ملف كرة القدم سينال اهتماما كبيرا في المرحلة المقبلة طيب عشان نقف الملف في اتحاد المصري الكرة القدم وفي الآخر هنكلم بقى لنادي الأهلي بتفاصيل كتير يعني كل الصفاقات وكل هذه الأمور لكن بالتحديد يقال يقال إنه هيكون فيه قرعة عمياء لبطولة الدوري المصري يعني مش هتبقى قرعة موجهة إن الأهلي والزمالك يلعبوا في آخر كل دور زي بقى لنا كم سنة وكان موضوع مملي جدا في الحقيقة بتشوف الخبر أو الاتجاه ده إزاي يعني بعد اللي شفناه في آخر أربع سنين وفوز الأهلي بالدور ويحول مباراة القمة إلى مباراة بلا قيمة وبلا معنى وهما قطبة الكرة المصرية وهما صورة الكرة المصرية في الخارج يعني دايما الدربيات دي بيتم مشاهدتها بشكل كبير جدا يعني بالضبط فبقى لنا سنوات طويلة جدا ما بنشوفش دربي بشكل كبير لأن الدفع بتنتهي يمكن الأهلي خاض مباراة الأحد الأخيرة بعد ما حسم الدوري خلاص يعني أنا خدت الدوري فما عنديش أي دوافع يعني ممكن مهما نبيت اللعيبة ومهما كلمتهم ومهما كانت مدى أهمية مباراة وحساسهم بيها إلا أن تظل الأمور يعني أنا ما عنديش الدافع والحافظ يعني لو كانت مباراة دي الفصلة في الدوري كنا سنرى أمورا مختلفة وأداء مختلفة من اللعيب الأهلي ولعيب زمائك في نفس الوقت يمكن كان اللعيب زمائك عندهم دافع أن هما يريدون الفوز على الأهلي كنوع من الانتصار المعنوي بعد ما فقدوا بطولة الدوري فمهم جدا أن هذا اتجاه يكون موجود في اتحاد الكرة ومهم جدا أن الأرعى بشكل عام تكون أرعى عمياء أرعى غير موجهة أرعى لا تحدد مباريات بعينها وماتى إن شاء الله ماتش أهلي زمائك بأول ماتش في الموسم ومعنى كده أنه ممكن نلاقي ماتش الأهلي زمائك ده أول مباراة في الموسم ما فيش مشكلة خالص يعني بعد تاني مباراة ثالث مباراة فتاعة المباراة قيمة وتأتي في وسط المنافسة بدل ما بتكون المنافسة انتهت تقريبا يعني لجبوء الأخير ويمكن طبعا الأحداث اللي مرينا بيها بعد منذ 2011 وثورة يناير ومتلاها من أحداث سياسية كثيرة جدا ومتلاها من أحداث في المدرجات والجماهير ومتلاها من يعني كل هذا يعني خلهم يخلوا المطش ده في الآخر ويتمنون عدم يتمنون هذه المسابقة وأنه مكونش ده أي فايدة أو أي قيمة علشان الحاسسية تنتهي لكن احنا نريد هذه المباراة كبيرة نريد هذه المباراة نشوف فيها لأن دي فيها أكبر ندين في مصر في المنطقة العربية في منطقة الشرق خاصة في أفريقيا الأهل والزمائك في أفريقيا هم المنطقة الضرقين حتى لو غاب بعض الوقت عن منصات التتويق فمهم جدا أن نحن تكون القرع بتاعت الدوري عمياء وليلعب الأهلي مع ذاك في أي وقت ولا يلعب الأهلي مع الإسماعيل في أي وقت ولا يلعب الأهلي مع المصر في أي وقت ولا يلعب الأهلي مع برمد في أي وقت مش مهم التوقيت لكن مهم أن نشوف مسابقة كويسة ومسابقة مميزة بمباريات معمولة محددة بدايات ونهايات ومن الأشياء التي تتفق عليها أو أعلنها تعاني اتحاد الكوروة وعلنها طبعا نمكن الحج عامر حسين أنه سيكون في بداية معلنة للدوري ونهاية معلنة نتمنى هذا لأن بصراحة كل اللي بيحصل كل مسم ده نتمنى أن التهريج اللي احنا تشوفناه في إدارة المسابقة المصرية بتأجيلات وتأجيل المؤجل ومجاملات في التأجيل فده يعني الحقيقة يعني بيهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندي ويعني بيصيب المدربين بنوع من اللخبطة في تنفيذ وتنظيم برامج للتدريبات والأحمال والحاجات دي كلها يفهمها مدرب كورة القدم بشكل جيد وشكل مميز نتمنى أن كل ده ينتهي ويكون أي مدرب عارف وماسك عارف أن في شهر يناير اللي جاي التدريب ممكن يبقى السعكام لأنه عنده مطش السعكام وعارف مطش وده موجود في العالم كله عارف أنه عدت راحة من إمتى لإمتى عارف أنه مطشيات الأفريقية ومطشيات المحلية فأضيق حدود أوي أستاذ أوسي لما بيقى فيه تأجيلات برد أوروبا حاجة كارسة لكن الأمور كلها واضحة بالنسبة لي الكاف حاطت جدول يعني الكاف حتلاقي نزل جدول دور الأبطال جدول الكنفدرالية الجدول بتاعت المنتخب المنشط الوديا بتاعت المنتخب التباطات المنتخب الأولومبي المنتخبات الناشئية كل هذا الأمور أمور واضحة فعلينا أن نحترم مسابقتنا حتى نخرج بمسابقة تليق بمصر وطريق بالكورة المصرية ومسابقة منظمة تنتج لعبين مميزين يستطيعون أن يدافعوا عن أعلام العالم المصري ويشعرين جمهور المصري بالفخر والسعادة بدل النكسة الكروية التي احنا تعرضنا لها في الكانن الأخيرة وهي مقامة على الأرض مصر وهو أمر لم نتعرض له منذ سنوات بعيدة منذ أعتقد لأشين سنين أخيرا ما تعرضناش لهذا المشهد اللي حصل مصر دايما كانت لما تنظم أي بطولة على ملعبة بتفوز بيها المرة الوحيدة لم تفوزناش بيها تلعنا تالت تلعنا تالت وصلت حتى سيمي فاينل فأنا تمنى أن يكون فيه انضباط في عملية المسابقات المصرية إن شاء الله والتزام بتوقيتات طيب امتدادا للموسم الاستثنائي اللي خلص كبطولة دوري لكن لسه بطولة الكاس ما خلصتش فبالتالي فيه اتجاه أن بطولة الكاس يتم تعديل موعدها ويتم تقديم المباريات المؤجلة في بطولة الكاس ليوم 15-8 ليه بقى أستاذ قوسي لأن الأجندة الدولية من يوم 2-9 ليوم 10-9 في أجندة دولية سواء بتتعلق منتخب الأولمبيا ومنتخب المصري الأول طيب هل الناس اللي كانت موجودة قبل كده ما كانت شواخدة بالها من موضوع الأجندة الدولية دي وبالتالي حطوا موعيد كاس مصر في شهر 9 في نص 9 تقريبا ودلوقتي اتجاه تم تعديله إن كاس مصري يتقدم شوية ده تساؤل محترم جدا وكلام محترم جدا عندك الأجندة موجودة يعني يعني لحدك ما صحتش من النوم وفجأت إن منتخب مصر ممكن يكون عنده ارتباطات ودية أو ارتباطات دولية وكذا المنتخب الأولمبي المفروض هذا الكلام معلوم مسبقا هم كانوا معتمدين على إيه هم كانوا معتمدين على إن مستر أجيري لو كان كمل يعني كان متفقين معاه إن بطولة الكاس دي مش هتاخد الدولين اللعبة الدولية سيبهم مع الأندية بتاعتهم هتاخد لعبة من إيه طب هيلعب مين طيب أسا ثانيا طبعا كلام برضو أهو بديينها برضو في الكاس يعني حدد ورجع هتلاقي مثلا فرق زي النادي الأهلي اللي ما حصلش على راحة وحدد برامج خلاص على النعيل عن ماتش يوم 28 يفاجأ إن عنده ماتش يوم 15 دي النوع تعمل من النوع من الارتباك الشديد جدا لسيامهم الأهلي عنده الماتشين بتوع دور الأبطال الأفريقي مع بطل جنوب السوداء فطبعا كلام ده بيعمل ارتباك للمدربين بيعمل ارتباك لأندية وبيساهم يعني المدربين عافسي يشتغل حقيقة يعني وإحنا برضو حتى مش عارفين يشتغل يعني أنا أمرتب نفسك أو الإعلام بشكل عام خصوصا فيما يبثت من مباريات حطين برامج ومتفقنا على حاجات إن يوم 28 عندنا كده تفاجأ إنه كل ده يضرب وتقدم مثلا عشر تيام أو أكثر 28 ماتش اللي فات بتاع الزمالك لكن إحنا 28 لسه مش عارفين عندنا إيه إحنا عندنا مباراة اللي جاية بفريق طلع بره يوم 9 أو 10 أو 11 الأقرب هيكون يوم 10 آه بالضبط فطبعا يعني أتمنى أن ده ينتهي خالص ويكون ده آخر موسم للعك الكروب في التنظيم المسابقات المطرية ونخلص من هذه الأزمة حتى يعني تنهض الكرة المطرية من كبوتها وتنطلق في كل الاتجاهات إن شاء الله رأي كيف عدم تسلم النادي الأهلي لدرع الدوري في أرضية الملعب وإنه هيكون فيه احتفالية خاصة بتسليم النادي الأهلي للبطولة وكمان احتفالية دي حيكون بيتخللها توزيع جوائز للعبين أفضل لعب وأفضل حرس وكل هذه الأمور الحقيقة ده يعني أنا هتكلم من منطلق ما يحدث في كل الدنيا أو الطبيعة اللي بيحدث في العالم كله الدنيا كلها ماشي إزاي وإحنا ماشيين إزاي الدوريات العالمية كلها بتمشي إزاي وإحنا ماشيين إزاي مكافئة البطل بتتويجه بالدرع في آخر مباراة في الموسم ده شيء عظيم جدا يعني أنا 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 فرحتي في اليوم ده انتصاري في اليوم ده أحداك عايز تعمل حفلة تاني ماشي أوكية بنعملها لكن أنا من المفروض أتسلم درعي أتسلم الكاس بتاعي ممكن نيجي في كاس مصر مثلا يعني وفي نهاية الكاس بين فريتين ونلعب المباراة وفريكسا وبعد كده بقى نروح نسلمه له في الفندق يعني ما هو ده نفس المنطق يعني وفيه فرق بندي وبندية أنا مش فهم ليه الأمور كده كان من الطبيعة أن يكون اتحاد الكرة معد لمثل هذا الأمر ويجهز درع الدور ويسلمه للنادي الأهلي بعد انتهاء مباراة الزمالك مباشرة اللي هي آخر مباراة في الموسم أنا سمعت كلام غريب جدا يعني ومبررات يعني أنا مش قادر أفهمها الحقيقة يعني منها يعني تقديرا لإحساس المنافس تقديرا لإحساس المنافس يعني أنا سمعت هذا المبرر وده لو كان حقيقة تبقى كارسة الحقيقة يعني لو تقدير لإحساس المنافس يعني ممكن نجي في كاس العالم وفرقة تخسر وما نسلمش بطولة التقدير مش هنحتفل بسهش الناس التانية ما تتعلش طبعا وكل التقدير للمنافس كل التقدير لإحساس المنافس كل التقدير لجهد المنافس طول الموسم لكن أنا البطل وأنا اللي خدت بطولة فأنا اللي أستحق أن تكرمني يعني أنت بتعقبني كده يعني بتعقبني أنا خدت بطولة فهذا الكلام يعني من وجهة نظري الشخصية مرفوض وغير مقبول ولا يعطي البطل حقه الكامل يعني الحفلة دي ممكن بعد قال لي ما ياخد الدرع مثلا في كان يتسلمه في سيد برج العالم كان ممكن يقال لي يعمل حفلة في الجزيرة عادي ده حامل حقل قال لي أن يعمل احتفالية تانية خاصة بيه بطريقة معينة لكن أنت كاتحاد كرة المفروض درعك يسلم في آخر لقطة في الموسم وكانت القصة تنتهي كلام طبعا مرفوض تماما وكلام غير جيد وكلام ليس موجودا إلا في اتحاد الكرة المصري نروح نتكلم شوية عن نادي الأهلي بقى وده اللي بيهم جمهور الفريق اللي بيتابعنا وجمهور النادي بشكل عام جمهور النادي الأهلي وبتحديد بطولة الدوري وكلام كتير دايما أستاذ قوسيا أو فيه محاولات كتير على سرقة فرحة جمهور النادي الأهلي بطولة الدوري والتقليل من أهمية الفوز بهذا اللقب رغم كل الصعوبات اللي مر بيها النادي الأهلي على مدار الموسم رأيك إيه في جزئية دي؟ يعني أنا لفظ السرقة دي رفضة غريب جدا ده على اعتبار أن كان الدرق عند حضرتك موجود في الدرج والأهلي راح في ظلام الليل قضحم الأهلي المكان وخطف الدرق يعني الأهلي كان بيلعب وشايف اتجاهه وشايف طريقه مسابقة الدوري المصري دي بتبدأ من الأسبوع الأول لأسبوع الأخير مسابقة ما مسابقة النفس الطويل قد تحسن في آخر لحظة في الموسم وقد تحسن قبله بالنهاية بجولة أو جولتين زي ما شفنا السنة دي وقبل كده كانت بتحسن قبلها بعدة جولات النادي أهلي نادي عريق نادي كبير نادي له شخصيته نادي له شخصيته وليه بطولاته يعني التجارب والأهلي يعني قدم هذه النمازج من قبل يعني أكثر من مرة ما حدث هذا الموسم ليس بجديد على النادي الأهلي لكن كان الجديد أن المنافسين يعني احتفلوا بالدور من الدور الأول وأخرجوا الأهلي من المنافسة من الدور الأول بل استبعدوه حتى من المربع الزهبي وده كلام غريب جدا لأنهم لا يعرفون معنا نادي الأهلي ولا يعرفون قيمة نادي الأهلي ولا يعرفون شخصية النادي الأهلي النادي الأهلي يعني ممكن يأتي من بعيد جدا زي ما قاتل من المركز الثمنتاشر في بعض الأوقات لأهلي احتل المركز الثمنتاشر وكان مؤجلاته وجاء ليتقدم الثمنتاشر فريقا اللي موجودين في المسابقة لأن ده الأهلي وناس كلها كانت عارفة كده الأهلي صابر وصامدة ولعبة وحقق انتصارات صعبة جدا وانتصارات مهمة جدا في المقابل المنافسين خسروا ده مش مشكلة لأهلي وده مش ذنب الأهلي في الدورة الإنجليزية ما كان ليفربول متقدم على منشستر سيتي بعدد من النقاط وافر يكفيه لحصد المنافسة لو وصل انتصاراته أما وإن ليفربول وقع وسقط من الذي اتفادى من هذا الأمر المنافسة وخسر الدورة بفرق نقطة ما تلويش بتوع الليفربول يقولوا ان الدورة تسرق مننا أو ان مانشستر سيتي فاس بالبطولة عشان احنا يعني احنا اللي ادنانا البطولة كان ده مش موجود على النادي الأهلي أن يفرح على فكرة جماهير نفسها أستاذ قوسي وعيين قوي ان الأهلي جماهير أن ده مختلفة منتخذ مختلف انتباقته وعيين جدا أنه مفيش حاجة اسمها للأهلي سرق البطولة والأهلي فهم قصدي يعني هم متفهمين يعني هو بيبقى كلام بعض الناس يعني على الاعتبار أن هي بطولة عابرة والأهلي سرق الأهلي واخد أربعين درع قبل كده يعني ده الرقم واحد واربعين ده بطولة الأهلي متخصص فيها بيجيد فن اللعب فيها بيجيد القدرة على الفوز بيها بيجيد عملية خطف الدرع مهما كان المنافسين ووضعوا في الجزيرة يعني كما حدث بقى له أربع سرين وكان قبل كده بقى له أربعين مرة يعني فما فيش مشكلة اللذين يحاولون سرقة فرحة جمهور الأهلي وفرحة النادي الأهلي وفرحة لعاب الأهلي هو يعني الأهلي دايما بيفرح ببطولات حتى لو كانت بطولات مكررة لكن سر الفرحة وسر القوة الموجودة هذا الموسم عند النادي الأهلي أن الأهلي كان بعيدا وأن هناك كثير من شقق في النادي الأهلي وأن الأهلي تعرض لضربات كثيرة جدا لكن صمد وأستطاع أن يحقق هدفه بتقدير ممتاز ولم يكتفي بتحقيق الهدف بل فاز في الدربي المهم حتى يكمل فرحة جمهوره وفرحة عشاقه وفعلى الأهلي كلهم أن يفرحوا ويبتهجوا بهذا الدرع ولا يسمعوا لهذا الكلام لأن هناك من يحاول أن يحول الاتجاه إلى نقطة أخرى أو إلى ناحية أخرى حتى يعني يجمل شكله ويجمل صورته أمام جمهوره لكن جمهور الأهلي واعي أعتقد وفاهم لكل هذه الأمور أكيد وجمهور الأهلي فرحان جدا جدا من بطولة الدور في الحقيقة هرجع تاني لنادي الأهلي يا أستاذ أسي لكن فيه خبر مهم من اليوم السابع كاتبه زميلنا العزيز محمد مراد بيقول إيه الخبر؟ بيقول أن رسميا لأول مرة اتحاد الكرة يقرر توثيق عقود المدربين هقرأ لك الخبر دلوقتي قرر مسؤول اتحاد الكرة توثيق عقود المديرين الفنيين بداية من الموسم الكروي الجديد 2019-2020 لأول مرة في تاريخ الجبلية وجاء الهدف من قرار اعتماد وتوثيق عقود المدربين مع عنديتهم أصوة بعقود اللاعبين من أجل الحفاظ على حقوق كل طرف في حالة حدوث أزمة شايفي الخبر ده إزاي؟ والله ده كلام مهم جدا وخطوة شاهدت الفترة الأخيرة كمان أزباد بين المدربين والعندية ويلجأ الطرفين الاتحاد الكرة في حالة الشكل ويحصلوا استكرر مسؤول الجبلية ده كلام مهم جدا وخطوة مهم جدا أي حاجة تحافظ على حقوق الناس فدي أعتقد أنه مهم جدا وخطوة مهم جدا ما تبقاش الأمور فيها نوع من الفوضى ونوع نتخينئ ونعمل الحاجات ده كلها توثيق العقود في التحاد الكرة سيحفظ حقوق الاتنين هيحفظ حق النادي من ناحية ويحفظ حق المدرب من ناحية فأي من هما يخل بهذا التعاقد على طول الأخر سينار الحق فأمر مهم جدا وأمر في غاية الأهمية لأن المدربين جزء كبير جدا من المنظومة فلابد أن يشعروا بالاستقرار بالأمان بأن حقه مش هيضيع أن حقه مش هيودر فده طبعا حاجة مهمة جدا نتمنى أن تكتمل من دمنا برضو الحاجات المهمة أوية أستاذ قوسي وارية المسؤولين إن شاء الله يفكروا فيها لأن ده هيطفي إثارة أكبر على طولة الدوري المصري من الجانب الفني وهو فيما يتعلق بإيه فيما يتعلق بإن لازم تحط في الليحة إن ما ينفعش المدرب يمرن أكتر من نادي في الموسم أو ياسيدي بلاش في النادي واحد خليهم ناديين أكتر من ناديين ما تدربش اللي ما تبقاش موجودة في الليحة لأن إحنا أكيد حضرت بالتابعة وتشوف على مدرب سنوات كلها السابقة وموسم اللي فات ممكن مدرب واحد يمرن ثلاثة واربع أندية في بطولة دوري واحدة أتحيق وده بيدي أو بيعكس لعيبة الفرق المختلفة إن أنا مثلا دلوقتي المدرب ده الدنيا بالنسبة لي مش ماشية معاه قوي لازم نهتمل بالجزئية دي أو إيه رأيه لا طبعا ده مهم جدا هو يعني اللي بيحصل ده ما بيحصلش تقريبا برضو غير في الدور مصري يعني إحنا ما بنشوفوش ما بنشوفش مدرب مثلا في الدوري طبعا إحنا بننظر للدوريات الخمسة الكبرى كأنها النموذج اللي إحنا بنأمل ونطمح فيها النصل إليها اللي أكبر خمس دوريات كبرى عن طوال العالم يعني ما بنشوفش إنه مدرب بياخد فرقتين وثلاثة أربعة فرقة في الموسم يعني مدرب بيكمل الموقت خلاص بيمشي ما فيش فرقة تاني بتروح تجيب نفس المدرب اللي فشل مع فريق في نفس المسابقة وتجيبه يعني ممكن من طرف والغراب في الدور مصري إنك تجد مدربا قادة فريقا وهبط للدرجة التانية ونفاجأ إن فريق تاني بيتتسرق طبعا هو يعمل وهو فشل فشل زريعا قدامك أو حتى ممنوع يعني فروبو يقولك ممنوع إن مدير فن يمسك فرقة دلوقتي وفي نفس الموسم يمسك فرقة تاني بالزبط فأنا أم بمسك فرقة ده بالعكس ده أصلا بيدر بالفرقة اللي هو كان مساكها يعني حتى الموسم يعني حتى لما يجي واجهها ممكن الثلاث نقاط وخلاص عارف كل خبايا الفريق اللي موجود فيه في هذا الموسم وعارف كل سلبيات وعارف كل إجابات فييجي قايد فريق تاني ويواجه الفريق اللي كان بيهضه قبل كده بالزبط ممكن الثلاث نقاط دول يكونوا مهمين جدا لفريقه السابق فهو يستفيد من هذا الوضع فطبعا هذا أمر مرفوض أتمنى أن لا يعني مثلا يعني على الأقل في إطار فرقتين على الأكثر يعني أنت دلوقتي اللعيب جبته في انتقالات الصيفية بيلعب في نادي ممكن في الانتقالات الشتوية يلعب في نادي أخر ما يدلش روح نادي تالت بس يلعب في نادي تالت نعم يعملش تلات انتقالات نتمنى أن ده يكون موجود وأن هذا الأمر يتم فتحه ويتم نقشته برضو حفاظا على شكل الكورة حفاظا على الفنيات اللي موجودة فيها نرجع للأهلي وصفقاته وفي عدد ما صفقات قدر النادي الأهلي يبرمهم وصفقات مهمة جدا ومميزة وتبقى لاحتياجات الفريق يا أستاذ قسي دي نقطة مهمة أول لازم نركز عليها تقييمك حتى الآن لصفقات النادي الأهلي يعني الأهلي عمل صفقات في إطار المطلوب صفقات ما يحتاجه البيت صفقات يعني بتسد نقاط ضعف موجودة في فرقة الأهلي أو بعض الصغرات اللي محتاجة يعني كلنا كنا بنقول أن في دفاع الأهلي محتاجة تدعيم ووسط الأهلي محتاجة تدعيم هجوم الأهلي يعني برضو يحتاج تدعيم الأهلي لو وصينا للصفقات العمل اللي حناجد في الخط الخلفي تعاقد مع محمود متولي والأهلي بيتعاقد بوضوح مع محمود متولي عبر نديب بشكل شيك وشكل معترم عشان ما حدش يعد طول وقت يرد أن الأهلي بيخطف العمل حد الأهلي دائما بيدخل من الباب ويدخل بالطريقة الصحية والطريقة السليمة تعاقد كممكن يتم اتفاق ويتم الصبر عليه لنهاية الموسم ويزعب الأهلي بلا مقابل الأهلي لم يرضى بهذا وصار في طريقة الشارع وتعاقد مع محمود متولي لتدعيم خط الدفاع وأعتقد أن ده أمر مهم جدا لصد الصغرات الموجودة في دفاع الأهلي وهيكون اللي متولي دور كبير جدا مع الأهلي إن شاء الله في الملعب بلعب كبير في نص الملعب يعني فطبعا لعب مهم جدا الأهلي محتاجوا جدا لما تيجي لحد زي أليو ديانج المالي الأهلي جايبوا في وسط المدافع لعب مهم جدا وأعتقد بالرغم من وجود بعض اللعبين مميزين في هذا المكان زي عمر السلية حسام عشور حمد فاتحي على الأقل هذا السلس المميز وندفد إن شاء الله لن برجع من الأصابة أستطيع وجود يعني حيضيف قوة كبيرة جدا لهذا المكان لأن هذا المكان هو خط دفاع قوي يعني أعتبر تاني خط دفاع للنهلي بعد الخط الوجومي يعني دائما دفاعك بيبدأ من المقدمة وطول ما أنت مفيش عندكش مقدمة فالكورة بتذهب إلى وسط معها فتذهب إلى مرمج وجود هذا اللعب وجود هذا الخط القوي المميز فيه الوسط المدافع الأهلي أعتقد سيمنح الأهلي قوة على قوة الدفاعية اللي حتزيد بوجود لاعب زي متولي وباقي اللعبين الأهلي المميزين لما تلاقي الجاب لعب زي مجدي آه زي مجدي أفشا اللعب بالزبط يعني ده لعب في التلت من الوسط في التلت الهجوم فلعب مميز جدا يعني من نوعية صالح الجمعة من نوعية اللعبين المهارين في وسط الملعب اللي يقدر يوصلك اللي يقدر يصنع اللي يقدر يكون لاعب صانع اللعب موجود في الناد الأهلي أعتقد أن إضافة كبيرة جدا وإضافة مميزة جدا للخط الهجومي أو الخط الأمامي للناد الأهلي فصفقة الأهلي محتاجة لما أجدد العارة بتاعة رمضان الصبحي وهو لاعب يمتلك شخصية الأهلي ويمتلك الحماس ويمتلك القوة ويمتلك الإضافة ويمتلك التأثير في نتائج الناد الأهلي أعتقد أن ده كلام مهم جدا وأعتقد أن باب الصفقات لم يغلق بعد فما زال الأهلي لم يغلق بعد طبعا أعتقد ما زال الأهلي في طريقه لتدعمات أخرى بدليل أن القيمة لم تعلن بشكل كامل وأعتقد ستترك أماكن في هذا الاتجاه حال ما إتمام الأهلي لصفقات إذا وجد الصفقة التي تناسبه والتي تضيف إليه وليست صفقة مجرد صفقة صفقات الأهلي لم تكن لشوق الإعلامي صفقات الأهلي ليس لمجرد أنك بتعمل صفقات صفقات جاءت لتضيف لفريق نادي الأهلي وأعتقد أن هذه الصفقات على قلتها سيكون لها تأثير كبير جدا إن شاء الله في الموسم المقبل لأن أنت أصلا عندك قوام جيد جدا من اللعبين يعني في الحقيقة النادي الأهلي بيضم عدد كبير جدا من اللعبين المميزين في المقابل في البعض بيرحل عن نادي الأهلي وإحنا عايزين نتكلم بالتحديد عن محمد نجيب وأنا عايف أنت حابب أن أنت تتكلم عن محمد نجيب الحقيقة يعني النهاردة يعني أنا تأثرت برحيل محمد نجيب عن نادي الأهلي بالضبط رغم أن محمد نجيب مالوش دور مع الأهلي بقاله فترة طولة جدا لدرجة أن بسبب الإصابة على فكرة لدرجة أن الكثيرين يظنون أن محمد نجيب رحل من نادي الأهلي هذا اللاعب يستحق دي صورة موقع الرسمي النهاردة أو النادي الأهلي يعني طبعا من خلالها شكره لمحمد نجيب يعني وبيارسك فيها البطولات اللي هو أفاز بيها بالضبط يعني هذا اللاعب في النادي الأهلي بقاله ثمان سنين بالضبط زي ما حدثك برضو أكدت في مقدمة البرنامج أن لم نسمع له سوطا لم نسمع له أزمات لم يفتعل أزمات لعبه ينزل يؤدي مهمته أساسيا لعبه جوز المبراب على دكة ينتظر أي تعليمات لم يتم وضعه ضمن القائمة المرشحة المباراة لا يعترض لا يتكلم لا يتحدث نموذج للأدب نموذج الاحترام نموذج لللاعب اللي يستحقه الأهلي واللي الأهلي بيقدر هذه القيمة صح الأهلي ظل محتفظ به كثيرا حتى اللحظات الأخيرة يعني أنا عايزة حي هذا اللاعب هذا اللاعب اللي قدم لنا نموذج لحب الأهلي نموذج للأخلاقيات الأهلوية نموذج للالتزام الكبير وخرج حتى بأدب واحترام شديد جدا جدا وممكن كان حتى لما كان أي أعلام بيسأله كان دايما يردد أنا بأحترم النادى أهلي وبقدر النادى أهلي وأنا لعب في النادى أهلي متى أراداني الأهلي سيجدني في أي وقت وفي أي مكان لذلك كان يستحق هذا التقدير من الصفحة الرسمية للنادى أهلي ويستحق التحية من النادى أهلي لعب 8 سنوات حصت فيهم 10 بطولات كان لي بصمة في أوقات كتيرة جدا مع النادى أهلي لما لقى لعب 106 مباريات في الدوري 4 دورة أبطال لعب 17 مباراة مع منتخب مصر 5 مباراة في كاس العالم سجل 8 أهداف خط 5 بطولات دوري 1 كاس مصر 2 دورة أبطال سوبر مصر سوبر أفريقي يعني مسيرا مع الأهلي يفتخر ويعتز بيها نجيب والأهلي يعتز بأن لعب من هذه النوعية المحترمة وهي قليلة فيما لعبنا الآن ارتدى قميصة ودافع عن ألوان وتحية لمحمد نتمنى له كل التوفيق مع فريق الجونة إن شاء الله في الموسم المقبل عمر جمال عمر جمال يعني أنا يعني أنا من ظهور عمر جمال كنت بعتبره أن ده مهاجم مصر لعشر سنوات قديمة أو لسنوات القديمة لا سيما أنه كان سيتسلم الرأي الهجومية بعد عماد ميتها بسواء في النادي الأهلي أو في منتخب مصر وكانت بداية عمر جمال بداية صاروخية بداية منطلقة لاعب مهاجم رائع مهاجم يعني من زي ما بيقول المعلقنا الكبير الشربيني ما تعالله بالصحة والعافية إن ده من مواليد منطقة الجزاء بالضبط كان 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 عليت على كابتنين شربيني في صراحة الواحد يعني كابتنين ربنا يعني ندي الصحة يا رب افتقدنا هذه القامة العظيمة يعني عن ظهورها في الهداع لكن ما زاله هو متابع لكل شي يعني فعمر من مواليد منطقة الجزاء الحقيقة يعني تشعر إن الكرة بتجي وتبقى صعبة جدا تجدها في الشباك كان بيشغل بدربات الرأس بشكل مميز جدا كان بيتحرك بشكل مميز جدا كان بيسدد بشكل كويس جدا كان بيستطيع أن يسجل أهداف جميلة وممتعة وكان بتصنع الفارق للنادي الاهلي كان مرعبا لكل المنافسين حتى أصيب في مباراة المعروفة في أسمان تأسود في الملعب اللي كان غير جيد وغير مباهد ومن يومها يمكن عمر لم يستطيع الرجوع إلى مستواه السابق الأسف الشديد جدا فالأهلي فقدوا بشكل كبير جدا وبعد كده خاض بعض التجارب سواء في جنوب أفريقيا أو في الدورة ألفلندي والآن يحط به الرحال في الدورة التونسي مع الصفاقصي نتمنى له التوفيق واحد من أبناء الأهلي المميزين اللي إن شاء الله تكون محطة كويسة ويقدر عمر جمال يسترد نفسه ويسترد قيمته ويسترد إمكانياته لأنه عنده الإمكانيات وعنده المهبة وعنده المهارة فكل التوفيق له الحقيقة نتمنى كل التوفيق لعمر جمال إن شاء الله في مسيرته مجبلة ولعب مهم جدا وهو هيخرج في الجالب على سبيل الأعارة لكن النهاردة بالنسبة عيد ميلاد صالح جمعة هذا اللعب الفز في الحقيقة واللي عنده مهارات كبيرة جدا مكنش عارف يستغل لها خلال الفترات اللي فاتت لكن واضح جدا جدا من عودة صالح جمعة في الست الشهور الأخيرة بالتحديد إنه عنده إصرار على إثبات تواجده داخل النادي الأهلي من خلال المباريات والبطولة اللي إن شاء الله يحصدها مع الفريق كل سنة وطيب طبعا يا صالح نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله طبعا يعني برضو بقى أقدم التهنيع الكابتن صالح كومعة كل سنة وطيب 26 سنة نضم الأهلي طبعا من أربع سنوات قادما من نادي أمبي هو واحد من المواهب الجميلة في الكرة المطرية الممتعة الواحد من اللعبين اللي تتمنى كرة القدم تصل لي عشان يعني تستمتع نصالح نتشارك السنة مع الأهلي المبارات الصعبة اللي قدر يصنع فيها الفرق بتمريراته الجميلة المبهرة ويمكن ده حتى ظهر معنا في اللمسة الأخيرة في مطش المقولين العرب بتمريرته السحرية اللي عملها للشحات وقدر يسجل منه هدف جميل وعمل ده تكرارا مع لعيب الأهلي صالح من اللعبين المميزين نتمنى إن صالح يسير على هذا المستوى ويقاتل ويطور من نفس ويطور من أداء ويطور من مستوى أشعر أنه يعني شعر بهذه القيمة لما يكون ملتزم ويؤد بشكل جيد يعني وجد صدا كبيرا في الشارع وجد ردو أفعال كبيرة جدا له كل التقدير وله كل الاحترام ويكفي أن زملاءه الآن وتحديدا مصمار ندلال حسام عشور بيطلق عليه الملتزم يعني بالجرس فبدأ يعني ملتزما بدرجة كبيرة جدا قدام زميله مع الفرق وإن شاء الله يظل منتزما وقيم الأهلي ومدود تلزمه بأن يكون كذلك وهو جرب الاتجاهين جربه عندما يعني صار في طريق مختلف ابتعد خاصة عن كرة القدم وكادت موهباته أن تنضب والآن صارح جمع يعود ويسترد موهباته بكل قوة أختم معك بعودة النادي الأهلي وعودة مبارياته بالتحديد لأستاذ القاهرة وخبر خاص بشكل رسمي وعلنها من دقائق على قناة النادي الأهلي مختلف برنامجنا كلام في الميديا أهمية تعودة الفريق للعب مبارياته كلها على أستاذ القاهرة بعد التعاقد بشكل رسمي مع هيئة الأستاذ حقيقة يعني وحشنا اللعب الدوري على أستاذ القاهرة يعني طبعا احنا شفنا أستاذ القاهرة يظهر في ثوبه الجديد في حلاته الجديدة مشرقا مبتهجا مضيئا مشرفا لنا كمصريين شفناه في الافتتاح وفي الختام شفناه في كثير مباريات كان طبعا مكان مهم جدا للنادي الأهلي مكان النادي الأهلي حقق فيه إنجازات وانتصارات كبيرة جدا دائما كان أستاذ القاهرة هو ملعب الأهلي ونفس الوضع بالنسبة للزيارة كانت تقريبا برضو حصل على نفس الموافقة مهم جدا أننا نعود لأستاذ القاهرة هذا الملعب هذا الملعب التاريخي هذا الملعب الذي يعد من أهم الملعب الموجودة في المنطقة منطقة القرى الأفريقية إن شاء الله يكون ملعب والشخير على النادي الأهلي ويعود يعني قذفا للبطولات إلى النادي الأهلي وإلى الجزيرة بإذن الله إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي من خلال خوضه لمبارياته على أستاذ القاهرة بشكل رسمي بالمناسبة بكرة الأول من ذي الحجة أستاذ أوسيد وإفتاء المصرية على أني بشكل رسمي كل سنة وحناكتابه كل سنة والسادة المشاهدين الطيبين والأمة الإسلامية الخير يا رب والأيام العشر من الأيام العظيمة اللي أوصى سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالأعمال الصلاحة فيها يا رب إن شاء الله يتكون أعمال خير علينا كلنا ونقترف فيها من ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله إن شاء الله أستاذ قسي نورتني وشرفتنيك العادة وبأسعيد دايما حريكتكم معي بأسعيد أمير تحياتي لك بتعاتل كل وشاهدة خناة الآن بشكرك شكرا جزيلا دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا ودي كانت الفقرة الأخيرة من الحلقة بلقاءنا مع دفنة العزيز أستاذ محمد القوس أنه قدر يدك الكبير واتكلمنا في أمور كتير جدا ما تنسوش بالليل إن شاء الله حلقة خاصة جدا مع محمد مجد أفشا وافد النادي الأهلي الجديد حتى تسمعوا منه كلام مهمة قوية خصوص انتقال وكواليس الانتقال للنادي الأهلي وكمان طموحاته مع الفريق خلال الفترة المقبلة دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا استنونا وحلقة جديدة يوم ستبت القادم إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر